في بعض الأحيان قد نحتاج إلى البرزنتيشن لمجموعة ثلاثتين من الأشياء فإذا افترضنا أن نريد عمل البرزنتيشن لمجموعة معين ويتم عمل البرزنتيشن على قسمات الثالثين داخل الشركة مثل قسم الدعم الفين وقسم المجموعة نريد عمل البرزنتيشن لكل فتح بشكل يشترك العمل في مجموعة رائح ويختلف في من أخرى وإن كنا نجموعة هذه المهمة لعمل البرزنتيشن لكل قسمة يمكننا استخدام قسمة كافتين شو لعمل ذلك حيث يمكننا هذا القسم من تجهيز عمل سلايد شو من عمل البرزنتيشن أو من برزنتيشن واحد فقط في عمل ذلك نقوم بقائمة المستخدمة سلايد شو ونختار كام شوز ومن ثلاثت المربعين نقوم بإنشاء عرض البرزنتيشن كافتين شو جديد أو تغيير أو حذف كام شو مثال وفي كام شو جديد سيضط على المستخدمة سيظهر بقائمة وارد كام شو والذي يوجد من خلال الشرائح التي سيستخدمها في العرض وفي الثاني شو نيم نقوم بإدخال من لها ليكون ولإضافة المرائح التي يتم استخدامها في العرض نقوم بإستخدام السريحة من ونقوم بإستخدام السلايد ثم نضغط نقطاع ثم نضغط نقطاع فإضافة السريحة من الكافتام شو وتمثل الشريحة التي قمت بإستخدامها في السلايد إستخدام شو نسمينا إضافة أكثر من شريحة لكافتام شو نفس الوقت وذلك إضافة الشرائح أثناء الضغط على نقطاع كام شرائح من الشرائح المتتعليم أو ستعام المساح كنت أفتيار من شرائح متخدامة ثم نضغط سيتم إضافة السرائح المفيدة إلى الكافتام شو وبعض تحديد السرائح التي يتم استخدامها في العرض نضغط الساح اوكي في عرض هذا العرض ويمكن من المسلال هذا مربع الواري تزهيل العرض المخصص شو الذي يكون شائح لذلك الضغط على نقطاع شو والكو أثناء الضغط على نقطاع كروز شكرا